ومعي على الهاتف أيضا من بيروت زميلتنا الإعلامية والمذيعة الجميلة والحياة اللي أنا بهنيها على هذا الحوار بولا يعقبيان بهنيكي وبحييكي وبقولك بجد أن أنا مبارح I was very proud يعني ببقى سعيدة لما في حد بيعمل شغل بهذه الاحترافية شكرا أنت أستاذتنا وشكرنا أنتك كثير على الكلام الجميل أشكرك بولا يعني قلتي بالأمس أنك فعلا انطباعاتك أن هذا رجل حر وأنه غير مقيد هذه فعلا كانت انطباعاتك أنا هذه مشاهداتك يعني أنا من الوقت ما وصلت إلى المطار لحد ما وصلت إلى بيت الرئيس الحريري أجريت اللقاء ذهبت إلى الفندق عادت إلى بيروت ما شفت فيه بيقول أنه فيه خليني قول قيد على تحركاته أو أنه ليس حرا أو كان يعني كل شي طبيعي صراحة كان كل شي طبيعي كأي يوم آخر أصعب لحظة في هذا إيه أصعب حاجة كانت في هذا الحوار يا بولا لكن في ضغط نفسي كثير كبير لأن الناس متوقعة كل واحد من وجه يتظروا أنه تنطرح الأسئلة كما هو يرتقي آآ أن آآ آخذ الحوار إلى أماكن يعني هو بده آآ إجابات عليها فكان آآ طبعا صعد إرضاء الجميع عملنا بالممكن مهنيا واعلميا وصحفيا جربت قد ما فيه إبقاء بالمعايير المهنة طراحة اللي اكتر شي شائع اليوم ببيروت وعمل حاكة عنه. وبقف فيه اخبار كتير لم تطرح لانه الوقت. طبعا لا يكتف على كم الكلام اللي طلع بهذه العشرة ايام منذ ان سافر الرئيس الحقيقي وبعد ما رجع الى بيروت. ففي كتير كلام ينفك عنه. قد ما ركزنا على مسائل معينة بيبقى فيه نواقف ما في شك. بس اه زرابت قد ما فيه انه غبط اكتر يعني اكتر المسائل المهمة والناس اللي حابة اعرفها. هل شعرت ان ربما يكون اصعب سؤال طرحتي وانا كنت بتفرج عليك بدقة يعني ما بين فقرات البرنامج ان 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 تتحدثي عن الانتقادات للسعودية وانت في الرياض. هل ده كان بصعوبة بمكان ان تطرحيه وليه للاحساس ده. انا نعلم. صراحة خلي ما قلتك بكل صراحة ما حدا قلي انه في شيء ما لازم اطرحه او شيء لازم اطرحه. انا مهنيا اتفرج بالطريقة نفسها وين بكنت. كان بواشنطن ولا بالرياض ولا بموسكو يعني سألت اسدلاء. لابجرعف بموسكو كمان نفس الطريقة وين ما كان بالعالم انا نفسي. مم. فمش معقول كن بالرياض واسأل بطريقة مختلفة. فلي يعني الرئيس الحليمي يتبني عمقابلة يعني بدل مقابلة ما فيها تكون ولا بروفاجندا ولا شيء مجددر ولا شيء اه مبارس اه اه معلّق. فما كان عندي ابدا حرج اطرح الاسئلة. متل ما هي عم بتطور دخلت الناس عم بتطور عم بتطور على السوشيل ميديا. نحنا بالالفان وسببتعص. التغييب تغييب اي خبر او اي فكرة. لا ينفع ولا يخدم اي طرف. جوبل سماس شبع موض. نحنا بزمن اخر. هناك اعلام المواطن والسوشيل ميديا ومواقع لا تحقى ولا تعد. نحنا في غيب فيه. فما كان فيه ولا اي حرج عندي. ولا لم اسأل يعني اي سؤال. لم اقتبل رئيس الحليمي ولا فريقه. ولا حد من السعوديين. ما شفت حدا من المسؤولين السعوديين عكل حال. مم. لم التق باي شخصية السعودية. لا عند وصولي لحد ما في البيت. وما حدا اللي شي. اه الكل بيسأل عن سر الشخص اللي اللي كان اه يبدو وكانه كان يريد ان يقدر. الورقة. الشيخ سعد. مين مين يا فولة ده. فريقه. ده من فريق الشيخ سعد. اه ما بعرف شو صر له بعقله يعني يحمل ورقة ويقف وراي. بيقل له شي. وفتر انه بيقدر يحمل ورقة ويقل له يعني ده الشيخ سعد. هلأ. فيه فريق موجود طويل عريس. يعني شو ما حادث على الورقة. الكل سيفة قبل الشيخ سعد. فما فيهاش تكون يعني شي سري ولا شي خطير. عدين لحظة بايدي الشيخ سعد كيف قاله يعني دي حتلع. يا واحد دي حتلقه. قاله خلص اطلع من الجهادة يعني عم بتطلع كيف شو عم تعمل. شيخ سعد ما عم بيسهم. انا كن وراي كمان يعني. بالزبع. بالزبع. احنا حطين الشوت دلوقتي على الهوى هو كان واقف وراكي فعلا. صح صح. كان واقف وراكي وعمل ورقة يعني. اه. تعرفي كان في ايه? كان فيها ايه الورقة دي يا بولا? لأ. صراحة ما بعرف. صراحة وسبقا. لحد هلأ ما بعرفش كان كيف بله. بس وابعت ايش بهم ابدا. لانه ما فيكم كيف بشي مهم وخطير. امام كل هذا الفريق التكن الاتقن الموجود اللي هو يعني منه من البيت من المنزل وعمل طريقة رئيس الحالي. لعمل جميع. اه. 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 ازن انه يعني بعض المحطات التلفزيونية في لبنان اذاعت اه. الحوار ونقلته عن اه المستقبل. وبعد الكيبلز وبعد المحطات الاخرى رفضت نقل هذا الحوار احنا خدنا منه اجزاء طبعا. تعليقك ايه؟ انتي جيو ومستقبل نقلوا الحوار فقط فيئة تلفزيونات يتزموا بما صدر عن رئيسة الجمهورية أنه هو الرجل ما سيقوله لا قيمة له لأنه تحت ضغط وثمنوا على تلفزيونات أنه ما تنقل هلأ اليوم انطباعي أنه بالعكس كانوا حابين أنه لو طلعت المقابلة ما بعرف شكرا متوقعين كانوا متوقعين نوع آخر من اللقاءات كانوا متوقعين بقيت حريري آخر بعتقدوا يعني تفاجأوا أنه هو على تلهمه على صوته على أسلوبه على طريقته يقول أنه عائد يعني بعتقدوا تسرعوا بهذا القرار وكانوا بجو مختلف هيدا انطباعي وقال لا ما رفهم غير هيك ليه بتنقاطعوا المقابلة انطباعك الشخصي بقى عن الرجل يعني أنت تعرفينه جيدا انطباعك الشخصي أكيد التقتيه عدة مرات طبعا كثيرة انطباعك الشخصي بدأ يعني كيف هو وخاصة في اللحظة التي كاد أن يبكي فيها لكن هو الرئيس الحريري معروف إنه شخص كتير حساس وشخص بفرجة مشاعره أكتر من مرة على الهوى فرجة مشاعره أحساسه له فعلا شخص رقيق وحساس كتير وبالموضوع لبنان مش أول مرة يتأثر بهذا الشكل فأنا بعرف أنه صادق بمشاعره صادق كتير بمشاعره تجاه بلده واليوم ولد رئيس حريري جديد ومختلف ولد زعيم وطني قبل كان فيه زعيم بالعاطلة اليوم فيه زعيم بالسياسة لبنانيين عندهم شعور أنه هن مؤحدين حول شخصية هيدا قلم عنا هيا الشعور لأنه كل الزعمة السياسية بلبنان بيطلعوا بيشدوا عصب كل واحد بيشد عصب جماعته الحمد لله وصر ما عندكم يعني هذه المذهبية المقيتة الموجودة بلبنان عندنا نحن كل النهار كل واحد عنده تلفزيون عنده أشبه بدكانة بيطلع بيشد عصب جماعته وبيعمل جماهيرية سريعة عبر الغرائي الرئيس الحريري من الوقت ما بلش بيقول طيار المستقبل هو عبر للصوائف هو للجميع هذا طيار الوطن أول مرة بيشعور أنه الوطن كله يتفس حوله وحس بخوف مش بس الخوف من العاطفي الخوف على الأمليات الاقتصادي فجأة حسينا كان في حكومة مش عاجبتنا ملنا راضين عنا حسينا لا أفضل كبير لو بقيت الحكومة كان عندنا استقرار صارنا بس بخلنا بالنجهود فجأة فبعتقت لكل وعي على أهمية أنه الانتفاف حاول شخص الرئيس الحريري وحاول حاول بلدنا مع كل يعني علله ومشاكله نكون اليوم فعلا شعب واحد مصلحة البلد قبل كل شيء قبل أي مصلحة خارجية وأنا بتمني أنه اللبنانيين يقع سياسيين عندهم أي خلينا نقول ارتباطات خارجية هؤلاء بالآخر يعني ترتد على البلد بشكل بشكل سيء ارتباطات أكيد الرئيس الحريري كان الحزب أكيد أي طرف سياسي أكيد بعد ما خلصت أكيد بعد ما خلصت الحوار وإحنا الآن بالنزيع مجموعة من اللقاطات للناس بتتفرج على الحوار في الشارع اللبناني بعد ما خلصت أكيد سألتي إمتين إمت راجع كان سألتي السؤال أكتر من مرة قبل اللقاء وبعض اللقاء قريبا 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 ما تدكيش معنا إمتباعي إنه قريبا وبعتقد يعني إذا ما راجع قريبا كتير كتير هي كارشة إذا ما راجع قريبا ساعتها الهواجس الموجودة عند الناس تتأكد لأنه هو عم بيقول إنه راجع قريبا سأتقد إنه قلص طرف العوضة دخلت بالمحتوم ويجب أن تكون قريبا جدا بشكرك شكرا جزيلا بصراحة بشكرك على الحوار بولا عقبيان وعلى مهنية الحوار وبحييكي زميلتنا من خناة المستقبل الفضائية اللبنانية بحييكي وبشكرك على هذا اللقاء